كانت السنوات السبع الماضية حافلة بجملة من الصعاب للعراق وشعبه والذي عانى من العنف وغياب الاستقرار السياسي ومع تحسن الوضع الامني بدأ العراقيون محاولات العودة الى الحياة الطبيعية عبر التغلب على المشكلات الشخصية وسعي الى تحقيق احلامهم بطرق شتى منها الرياضة انه محمود كمال شاب عراقي فقد في عام 2027 22 من افراد عائلته في يوم واحد ولم يبقى له الا ان يعيش على وقع خطواته تؤنس وحدته وتدفعه دفعا لتحقيق حلمه الرياضي بان يكون واحدا من مشاهير عدائي المسافات الطبيعية خلاص المعاشكر التدريب بعد ذلك نرجع للعراق نبقى خمس ايام او ست ايام ونرجع للدورة العربية فبرجعتي وراء خلاص شهر اتصالت به قبل ما ارجع بثلت يام اتصال عادي هذا الحاجة اني صال لي شهر عاش محمود عاما كاملا بعد مقتل افراد اسرته غير قادر على العدوة لكنه عاد للتدريب وبقوة علّه يتمكن من المشاركة في دورة الالعاب الولمبية المقررة هنا في لندن عام 2012 هذا في الولمبيات يعني كل تصميمي اني اوصل الولمبيات هاي امنية كل يعني واني هاي امنية ان شاء الله ان شاء الله رياضي العلاق كغيرهم من افراد شعبهم يواجهون الكثير من الحواجز امام تحقيق احلامهم والعيش كغيرهم في بلد امن يقدم ما يحتاجه المواطن من خدمات عامة مناسبة لكنهم يرون ان الاوان قد ان ليقدموا للعالم وجه العراق الحقيقي فهنا مثلا وفي ملاعب جامعة بغداد يتضرب هؤلاء ويحدوهم الامل في القدرة على تمثيل العراق في اولمبياد لندن انها عزيمة الرياضيين في مواجهة العنف وعدم الاستقرار وانقطاع الكهرباء وقلة الموارد المالية اللازمة لتوفير ما يحتاجه الرياضيون من ملاعب وادوات وغيرها من مستلزمات اساسية تنقل الموهوب منهم الى المراتب العليا لكن محمود وغيره يملكون شيئا اهم من كل ذلك يملكون شيئا قد يكون في العراق اهم بكثير من اي مكان اخر انهم يملكون التصميم على النجاح رغم كل المعوقات